ارتشاف حاطة الزرط المناوية للثورة الجزائرية من طرف جبهة التحرير الوطني السلام عليكم مرحبا بك على تناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات المطلب الثاني ارتشاف المتعاملين الزرط والقضاء عليهم ألف ارتشاف حاطة الزرط أولا حسب عبد المجيد عزي فإنما انتشف عن المؤامرة هي حادثة اعتقال ملازم حسين صالحي بتواطع أحمد هاجري حيث كان الملازم حسين صالحي في جولة تفقدية للتحضير لاجتماع مجلس المنطقة الرابعة فالتحق بملجأ في مزرعة بالطرب من برج منيل كان به مندوبين من الولاية الثالثة ومن بينهم أحمد صابري حيث جاءت مجموعة بملابس جيش التحرير متظاهرين بأنهم من الولاية الرابعة وأن لديهم رسالة للملازم صالح وبعدما استدرجوا إلى الخيج أمسكوا به وارتحموا الملجأ ليطبضوا على رفاقه وهذه الحملة تمت عبر شبكة رسائل كاريم بلقاسم وياسف سادي بين الولاية الثالثة والمنطقة الحرة كانت هذه الرسائل تريد عن طريق أحسن قندريش الذي أصبح عاميلا كما تمتن العدو من اعتقال ياسف سادي ونس المخبأ الذي كان فيه علي لابوانت ورفاقه وبعد ذلك بعث أحسن قندريش رسالة للولاية يخبرون بأنه مطلوب لدى العدو لذا سيضطر لوقف اتصالته وعين هاني المدعو الصادق خلفا له فواصل هذا الأخير تبادل الرسائل تحت إشراف ليجي ثانيا أما يحيى بعزيز فيرجيها إلى روزا وهي تاجر الظهور عمره الثمانية عشر سنة كانت تسكن في بيلتور وتصنع الإعلام للجبهة وبعد اكتشاف أمرها فرت إلى الجبل ببرج منايل لكنها أسرت في إحدى المعات وأتبرت على ذلك أسماء المسؤولين في برج منايل ولما أطلق الصراحة عادت إلى الجبل وارتشف أمرها بعد مشاهدتها مع الضابط ليجي وتعرضت للاستنطار حيث عذبها محيوز إلى أن أطرت بأنها عميلة وضطعت بعض أسماء الجواسي ثم رطع رأسها ولما قدمت الدور المكلف من طرف ليجي للبحث عنها تم تعذبه فاعترف بخطة ليجي ثم أعدم بالرصاص وفي جوان 1958 ميلادي أعدمت أمل وعلل شنطا بالحبل وتم تعذيب حوالي 3000 شخص والتخلص منهم واستمرت العملية إلى غاية جويل 1959 ميلادي ثالثا في حين يذكر مصطفى عشوي أن ارتشاف المؤامرة يرجع إلى أن هناك إخوة من بني عداس تانوا يتعاونون مع جيش التحرير الوطني ومهمتهم لاتصال ما بين الولاية الثالثة والعاصمة وتانوا يعملون لدى العدو في تعبيد الطرق وتنال ثقة الإداءة الفرنسية وفي أحد أيام 1958 ميلادي أعطيت لهم رسالة من طرف العدو لإيصالها للولاية الثالثة وتانى استعمروش بها فترها ووجدها موجهة لبعض العملاء فطام باستدعائهم وتغطيتهم إلى رتب أعلى لينال ثقتهم واصطحبهم إلى غابة أطفاده وبعد وصوله إلى مطر الولاية عمر بتوثيقهم وأعطد تجمعا في أغلامهم أبطاني البيت السوداء وطام باستنطاقهم فاعترف بعضهم وتشفوا عن أسماء بعض الخوانا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد المترجم للقناة